ورد يوم الاثنين وبئس المهاد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل السيد النبي الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل فكشف له عن أعلى الملكوت وأراه سناء الجبروت ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وآله وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد زبد البحار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد رمل الصحاري والقفار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ثقل الجبال والأحجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار إنك أنت العزيز الغفار وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزة والجلال أسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور أنت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إذيك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجد الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عن من دعاك به وتستجيب له دعاء أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المناد بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاد وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيك وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته يا الله يا رب استجب ذعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك ربي ما أعظم شانك وأرفع مكانك أنت ربي يا متقدسا في جبروته إليك أرغب وإياك أرهب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل أسألك باسمك العظيم التام الكبير ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دهري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا إله أنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث ذا الجلال والإكرام قلوب الخلائق بيدك نواصيهم إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمح الشر إذا شئت منه فأسألك اللهم أن تمحوا من قلبي كل شيء تكرهه وأن تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية واعطف علينا بالرحمة والبركة منك وألهمنا الصواب والحكمة فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين ختم دلائل الخيرات اللهم اغفر لمؤلفه وارحمه وجعله من المحشورين في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة بفضلك يا أرحم الراحمين اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا صحيح المعاملة بيننا وبينك على السنة والجماعة وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك ومن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بالعفو في الدارين يا رب العالمين وحسبنا الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وظلا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها يا رب موازين حسناتنا وأذن بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة وتأوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وآله وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وآله وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت يا رب بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ننتسب فلا تبعذنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتوالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعفو عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقذرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقذرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقذرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين